السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو عن كي اوبتما 2021. طبعا سيارة جديدة بالكامل. سيارة كل شي اختلف فيها. محركها. كل تفاصيلها اختلفت. بصراحة السيارة بعدها اصلا ما جاية للعراق. او حتى الدول الخليج ما جاية. على موضوع واحد يصورها. فحبيت اشوفكم اياها على شكل صور ونشرح تفاصيلها اكثر بالصور. وبعدين من تجي البغداد نقدر نشوفها. تابع الفيديو. طبعا هنا ننتبه على اسم مالتها كي فايف. بمكان الكي اوبتما. يعني بعد ما كو كي اوبتما. واحتمال بالخليج تجي اسمها كي اوبتما لان من زمان هي بكوريا مكتوب عليها كي فايف. بالمناسبة السيارة بها رادار امامي. اذا تنتبهون جو العلامة مال كي فايف تشوفون الرادار الامامي. هنا العلامة جي دي اي تي يعني السيارة تيربو. اول محرك موجود هو الالفين تيربو. بقوة مية وسبعة وربعين حصان. طبعا ثاني محرك ماكو بعد الالفين وربعمية صار الفين وخمسمية بقوة مية وثنين وتسعين حصان. طبعا السيارة تغير كل شي بيها مثل ما اقلت لكم. هاي الكاميرا الامامية اللي تخلي لك السيارة داخل المسار. ان شاء الله الفيديو واضح. طبعا شكل السيارة الليد مالتها السيارة شكل جديد بالكامل. وتختلف عن السيارة يعني مثل ما يقول الشكل القديم. كشاصي. يعني بصورة عامة تختلف. هنا نشوف الاستير المالتها برادار. يعني تعرف السيارة. السيارة بها اربع كاميرا تلاثمية وستين درجة. طبعا السيارة هاي تجي مختلفة. هاي مختلفة. هنا ننتبه على الجير مالتها او عصا تحكم بالجير. شون السي ميتين او اس تلاثمية قرص دائري. بس اكو فئات تجي تجي جير عادي. يعني مو تجي قرص دائري. هس اشوف هاذا. طبعا ناس هواي اكل ناس هواي ما تحب هذا الشكل. يقول لك خطر. خاف طفل يدوس. كل حاسبين حسابه. هنا هاي الصورة نشوف بها الجير العصا. بس اه المواصفات متقاربة جدا يعني. جدا جدا متقاربة. طبعا السيارة محركة الفين وخمسمية. مية واثنين وتسعين حصان. والعزم مية ميتين وواحد وخمسين نيوتن. السيارة بيها هواي تفاصيل. يعني بيها هواي اضافات حساس العفو. شاحن لاسلكي. تدفئ تفريد بالكشن. تدفئ تستيرين. اه يعني فول 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 للاخير. مثل ما يقولون. الشاشات اللي بيها شاشتين. شاشة الاصلية مع العدادات اللي هي هاي الشاشة. وبيها شاشة جانبية. طبعا هاي الشاشة من دوس اشارة يمين تشتغل الكاميرا اليمين. من دوس اشارة يسار تشتغل الكاميرا اليسار. وهاي صورة للسيارة. يعني لداخلية السيارة الجديدة يعني اللي يركب بيها. يقول انا مراكب اوبتما حقهم من غيره واسمه. طبعا سعر السيارة لحد الان الشركة ما عالنا عنه. والسيارة راح تنزل سنة الالفين وعشرين شهر السابع ان شاء الله تتوفر بالاسواق العالمية بصورة كاملة. اللي يحب يعرف اكثر مواصفات عالسيارة. اخي يوقفوا الفيديو. هاي صورة بيها اكثر مواصفات السيارة. يقراها ويشوف اللي اللي ما ذكرته واللي نسيته. يقدر يشوفه بهاي الصورة. اه اخوان اللي ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة واللي يعجبها الفيديو يطيينه لايك. شباب شفنا الفيديو ان شاء الله عجبكم. اه ماكو عالخير عالده وشامة الجديدة. طبعا هسته متعجبين يعني او متفاجئين بيش اصور بهاي السيارة. لان بكل صراحة حبيت اغير حبيت اصور بهاي السيارة. يعني من باب التغيير. زين? بس لاكثر والاقل. السيارة كي يحمل موديل قديم. نسوي بها فيديوهات تعليم السياقة. اذا تريدون تشوفوهن راح خليكم الروابط بالوصف. ان شاء الله يعجبينكم. واللي ما يعرف يسوق. خلي طب ويشوف الفيديوهات لاناني اي واحد يحب يتعلم احب اشجعه بجير عادي مو جير اوتوماتيك. اذا اللي يعجب الفيديو اعطينا لايك. والما مشترك بالقناة يشترك بالقناة. وان شاء الله القادم افضل. اخوكم حسن نمسي بوي في مالا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.